على مدار العوام الخمسين الماضية تغيرت مدينة الخليل الفلسطينية بشكل جذري وتحولت البلدة القديمة التي كانت مركزا تجاريا عامرا إلى منطقة محاصرة عسكريا خلال حرب الأيام الستة في العام 1967 دخلت القوات الإسرائيلية إلى المدينة التي كانت تحت السيطرة الأردنية وبعد سنوات ردخت الحكومة الإسرائيلية لمطالب المستوطنين وسمحت بإقامتهم في المدينة وسط الفلسطينيين قبل 1967 كان في أور بس كان فيه أمان كتير بعد 1967 12 سنة كان فيه شغل وفيه بيزنس بس يعني بلش بعد 12 سنة من الاحتلال بلش المشاكل تدخل المناطق نعم عن طريق المستوطنين ومن دعم المستوطنين نعم وباتت المدينة التي تضم كهف البطارقة المقدس بالنسبة إلى اليهود والحرم الإبراهيمي الشريف الذي يأمه المسلمون مقسومة وبالنسبة للفلسطينيين فأن وجود المستوطنين ومئات الجنود الإسرائيليين جعل الحياة اليومية صعبة للغاية يعني حياة مأساوية عايشين بعذاب أما شو بدنا نسوي؟ هذا وطننا واللي بده وطن بده يضحي في المقابل يعيش أكثر من 500 مستوطن وراء أبراج المراقبة والحواجز بحماية الجيش وخلف منطقة عازلة ليست لدي مشكلة مع العرب الذين يعيشون هنا إذا كان الوضع هادئا ما من مشكلة لدي في بقائهم لكن من المستحيل العيش واستخشية من تعرضنا للطعن على يد أحد ما وتندلع مواجهات عنيفة بشكل متكرر في الخليل ويقترح مستوطنون بسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة من أجل وقف أعمال العنف يصبح لليهود اليوم بالوجود في 3% فقط من المدينة في قسم صغير جدا منها يصفه البعض بالجيتو ورغم أننا لا نحب هذه التسمية إلا أن الوضع أشبه بذلك وتتمتع الخليل بوضع خاص في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتشكل دائما موضوعا منفصلا في المفاوضات المتعثرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر